هالمرة جيمس باكب سيارة موديل 2005 ممشى قليل طبعا يا اخوان السيارة عليها لوحات سعودية مفحوصة جاهزة للنقل قير عايد يا اخوان دبل ارضي السيارة ستة مسمار مو ثمن يا اخوان ستة مسمار الصبق بالجهاز يعطينا قراءات طبيعية لكن يوجد ملاحظات يا اخوان زي ما تشوفوا هنا اسفل الباب يوجد دقات بسيطة هنا اسفل الباب ايضا في الاعلى هنا زي ما تشوفوا نقرب لكم شوية في بعض النقرات البسيطة هنا ايضا ايضا عندكم هنا بعض الدقات البسيطة في الرفرف الخلفي الصبات الخلفية سليمة لا يوجد كسور او ملاحظات عندكم الصبام الخلفي زي ما تشوفوا يحتاج تلميع او ري كروم هذا الجهاز الثانية وعندكم قطع بسيط هنا في الجلدة الصدام طبعا السيارة وارد الجميع يا اخوان دبل دبل ارضي السيارة قير عايدي هنا ايضا يوجد دقة بسيطة بعض الخدوش هنا عندكم حالة الصندوق شوية يعني لكم علىه يحتاج اعادة صبو زي ما تشوفوا طبعا هذه من اثار التحميل الخدوش هذه الصندوق عندكم هنا الجزء العلوي من الرفرف زي ما تشوفوا هذا الصد السطحي سوف نريكم الداخلية هنا ايضا يوجد بعض الخدوش هنا ايضا يوجد دقة بسيطة اسفل الباب هذا ديكور الباب اخوان لا يوجد اي مشاكل في ديكور الباب الربل سليم لا يوجد تقطيع هذه الداخلية طبعا تيجي مخمل لا يوجد اي استهلاك او اي تقطيع في المقاعد السكف نظيف دقيكم ديكورات الداخلية والطبلون هذا الطبلون الجزء العلوي اخوان لا يوجد كسور او تشققات حالتها سليمة عندكم هنا اذا ما تشوفوا بعض النقرات الصغيرة هنا ايضا بعض التكشير في الصبغ الدكور الصبغ الدرج الصبغ الدرج او الدرج طيب ديكور المسجل المكيخ سليم لا يوجد اي مشاكل انشغل لكم السيارة الممشا اذا الممشا المكينة 8 سلندر 4.8 لتر مكاين الجموس المعروفة نريكم حالة السيارة من أسفل نرفعها على الرافعة لتشوفوا جميع الملاحظات عندكم هنا غطى علبة الفيوزات غير موجود يا أخوان والآن نأخذكم لفة السيارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يستفسر عن السيارة يتواصل معنا عن طريق الواتساب والاستقرام او موقعنا الرسمي صفقة.تساك شكرا والان اخوان بنوريكم الجمس السيارة من الاسفل ونفكر لكم جميع الملاحظات هذا الصدام الامامي من الاسفل يوجد بعض الخدوش اسفل الصدام الشاصة الامامي سليم يوجد قص او لحامات في الجهتين هذا الجهة الثانية عندكم الصاجة هذه طبعا صاجة حديد اللي تحمي كرتير المكينة زي ما تشوفوا في لها ضربة خفيفة هنا لكن ما وصلت للكرتير الكرتير سليم لا يوجد اي ملاحظات او اي تهريبات عندكم المساعدات الامامية زي ما تشوفوا تحتاج تغيير علىها زيت المساعد اليسار على زيت بس الافضل ان يتغير الجهتين دفرنس الامامي دفرنس الدبل سليم لا يوجد اي تهريبات العكوس الامامية جلد المقصات جميعها سليمة الجربوكس سليم لا يوجد اي تهريبات عندكم جربوكس الدبل ايضا ضيف لا يوجد اي تهريبات في الصوف لا يوجد اي مشاكل عندكم بعض الصد السطحي اسفل السيارة زي ما تشوفوا تشوفوا الجهة هذه ايضا بعض الصد السطحي يحتاج قرش عازل للصوف الدفرنس الخلفي سليم لا يوجد اي تهريبات المساعدات الخلفية سليمة ايضا الاستبنة موجودة الشاصر الخلفي سليم من القص واللحامات لا يوجد اي ملاحظات هذا الجهة الثانية سليمة ايضا هذا الصدام الخلفي ايضا يوجد بعض الخدوش البسيطة اسفل الصدام وهذه كانت جميع الملاحظات في السيارة من الاسفل